اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على موصلة تعزيز العلاقات البحرينية السودانية والدفع بمسار التعاون الثنائي نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يلبي التطلعات المنشودة مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين مستمرة في البناء على ما تحقق من تعاون وثيق مع جمهورية السودان على جميع الصعود بما يعكس زخم هذه العلاقات التي تحظى باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ونوه سموه بمدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان وتأكيد على ضرورة تعزيز الترابط الأخوي العربي الإقليمي لما فيه الخير والنماء للجميع ذلك عبر مواصلة البناء على القيم المشتركة التي تجمع بين الدول الشقيقة وأشار سموه إلى ما تشهده مختلف قطاعات التعاون الثنائي من تقدم في إطار الاتفاقيات المشتركة بين البحرين والسودان والتي أسهمت في توفير المزيد من الفرص الاستثنارية الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتورة مريم المنصورة الصادق الصديق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان بمناسبة زيارتها للمملكة للمشاركة في الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للسفارة السودانية في البحرين والتي ستعزز من مستويات العلاقات للوصول إلى آثاق أرحب حيث نقلت إلى سموه تحيات وتقدير أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان وأخيه معالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشابها بدوام الرقي والازدهار وقد رحب سموه بوزيرة الخارجية السودانية مؤكدا على دعم مملكة البحرين لجهور السودان الشقيق في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة فيما كلفها سموه بنقل تحياته وتمنياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس وزرائه ولشعب السودان الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار وخلال اللقاء تمس أراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وما يواجهه العالم من تحدي انتشار جائحة فيروس كورونا وما فرضته من تحديات جديدة تتطلب مزيدا من توحيد الجهود من أجل التعامل مع تداعياتها بالشكل الأمثل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة من جانبها أعربت وزيرة الخارجية السودانية عن شكرها وتقديرها لصاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام بتنمية وتطوير العلاقات البحرينية السودانية متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار